انت اكيد الجننت يا سمير عايزاني بعد ما ربنا يشترها معايا اروحاني افضح نفسي ومين قالك اصلا انك هتفضحي نفسك يا صافي دي فرصة وجاتلك من عند ربنا عشان تكسري ضحي ناديم كمال ده بضربة واصلا مش هارف انك وراها ازاي بقى يا امم العريف الغطرسة اللي البيه فيها مخالياء اعمى مش شايف ان الدي دي دينه اكتر من ما يدينك فيه كومبيوتر بروغرام تفح اي عائل بيعرف يشغلو لو ما انتجنا بيها السيدي ده ممكن يشيل اصارك من عليه خالص ونبقاش بعين غنى دين كمال وشوفي بقى لما على يد فعلي الخير السيدي ده يروح لمراته مراته اللي هو بيخاف منها موت شوفي حتناكد عليها عشته قد ديه ايه يا صافي معقولة؟ انت مستخصر انتدوق شوية من ناكد لطول عمر مدوقولك عشان مش عايزة اعادية سمير هو انا كنت بتصالح معالي ما كنت اخدت الفلوس اللي انا لهافتها منه واخلصتنا ايه يا صافي هو انت يعني الوحيدة اللي صورها وبعت لها سيدي هات مش دايما متفشخر ويقول انا كل علاقاتي بصورها وبعت لهم السيدي هات طيب ايش عرفوا بقى اني واحدة فيهم بعتتوها لمراته يا صافي ما تقلقيش مفيش قصر ليك حيبان ابدا كل اللي امراته حتشوفه جزها وهو بيعربت مع واحدة غيرها وعينك ما تشوف اللي النور يا بنت الايه طيب والله فكرة على الاقل انام انا مبرضة ناري كنت عايز اقطعه باسناني هوم يديني السيدي ده بس مقدرتش يا حقير حاسبي الله نعم الوكل فيه الهي ربنا ما يورده على جنة ابدا مش كده برده بس بشارت بعد ما تمنتجي السيدي وبعد ليه وانتي بتمنتجي انا هبقى جنبك وساعتها هنقرر يعني بعده يعني هو انت اهلك الكرام تعبوا نفسهم علشان يعلموك احدث طبقات السوفت وير علشان اخرت المتمة تمنتجي كلبات وسخة والذي مثلا كانت هواية قديمة وجاتلك الفرصة باش باعها مش حردت كنت عاوز تعرف اللي حسن وهو ده اللي حصل بالضبط طيب يا ترى بقى مهاراتك المنتجية ابهارت صافي فقررت انها تبعت الديفيديهية لطيفة دين المرات ناديم كمال ولا لا لا صافي يا حبيبتي في اخر لحظة عملت صلاة استخارة وقررت متعملش كده خالص اهيك انت عايزة تبدأ حياة جديدة ممكنش عايزة تبدأها البخارة بالبيوت عشان ربنا يبارك لها فيها حتى لو كان البيت اللي بتخرب ده بيت ناديم كمال اللي بتتمنى له الموت طلعت انسانة صافي يا حبيبتي وطبعا انسانيتها دي غزتك جدا فقررت انك انت تتولي الموضوع وتبعت الديفيديهية اللي انت تعيبتي فيها لمرات ناديم كمال نيابة عنها على اعتبار يعني انك انت ما عملتش تصبح تستخاره انا كان لازم اعمل كده انا كلا يمكن اسمح الحقير ده ان يفتكري ما فيش حد يقدر يقف قدامه ده الحلاوة دي فحضرتك يعني قررت انك تشكلي جبهة المقاومة الشعبية بكليبات قوض النوم وطبعا واضح ان مهاراتك المنتجية كانت اي كلام عكس ما انت صورت الصافي فكانت النتيجة ان مرات ناديم كمال عارفت ان اللي متصور ده هو جوزها وصافي حصلت المشاكل بينهم حصل الطلاق فقررت بعد كده انها تنتقم من صافي بانها تبوز فرحة وتخليها مصخرة مصر كلها اشتركوا في القناة